ملف الأزمة الأوكرانية يزداد زخما وتوترا وما تصاعد التوتر يواصل البيت الأبيض توجيه دعواته للأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا بالمغادرة فيما خرج جيك سوليفان أعلى الشخصيات الأمنية في إدارة بايدن ليعلن أن الاشتياح الروسي بات وشيكا لو حدث هجوم على أوكرانيا فسيبدأ بهجوم جوي وصاروخي من شأنه أن يؤدي إلى مقتل مدنيين دون تمييز سيأتي بعد ذلك هجوم بري بقوة بالغة دون إختار مسبق وعندها قد يتم وقف إجراءات الإجلاء ولن يكون أحد قادرا على التنقل عبر المواصلات الأرضية أو الطائرات لا أقول إن هذا سيحدث أو لا لكن الأكيد أن المخاطر أصبحت عالية للغاية في أوكرانيا يتواجد بحسب التقديرات نحو 30 ألف أمريكي تقول واشنطن إنها لن ترسل جنديا إلى داخل الأراضي الأوكرانية لإجلائهم إذا مندلعت الحرب العدد الدقيق للأمريكيين في أوكرانيا غير واضح لكن المعلومات الصحفية تشير إلى مغادرة سبعة آلاف شخص الحكومة لم تتحدث عن أي أرقام حتى الآن لأنها تعتمد على تسجيل المواطنين لأنفسهم دور القوات الأمريكية المنتشرة على حدود بولندا سيقتصر على مساعدة الأمريكيين أو الأوكرانيين الفرين متى وصلوا إلى الجانب الآخر خارج حدود أوكرانيا أعتقد أن إجلاء المواطنين عبر الطيران سيكون صعبا جدا لأن الطائرات ستكون مهددة من سلاح المدفعية الروسي لكن لا نستبعد وجود تنسيق بريج عالي المستوى بين دول الناتو لإنقاذ مواطني دول الحلف في حال تعرضت حياتهم إلى خطر أما السفارة الأمريكية في كييف فأرسلت لمواطنيها عبر البريد الإلكتروني دليلا إرشاديا يتضمن الطرق البرية المؤدية من أوكرانيا إلى بولندا والمجر ورومانيا وغيرها من البلدان لاستخدامه في حالة الطوارئ المسؤولون الذين أشرفوا على ترحيل الأمريكيين من أفغانستان هم نفسهم من يشرفون على خطة ترحيل الأمريكيين على حدود أوكرانيا أمر دفع مشرعين جمهوريين إلى تحذير البيت الأبيض من تكرار ما يصفونها بالمأساة الماضية أياد الجغبير سكاي نيوز عربية واشنطن